هذه الجرائم يجب عليه إطلاق صراحه فورا لأن النظام واضح طيب المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية طبعا النظام الإجراءات الجزائية يعني هو النظام الذي يكفل حقوق المتهم من بداية التهمة إلى نهاية التنفيذ المادة الثانية حقيقة كانت أشبه بالقاعدة لحقوق المتهم فيها نصة تقول لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاما ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة لكل منهما وللمدة التي تحددها السلطة المختصة وش أهم الحقوق اللي ممكن نستشفها من هذه المادة هذه المادة كانت واضحة وصريحة في موضوع القبض وتفتيش الأشخاص سواء كان تفتيش شخصي أو تفتيش مساكن أو حتى إيقاف هذا الشخص يتتحدث على أنه لا يجوز إيقاف المتهم إلا في الأحوال المنصوص عليها في النظام الأحوال المنصوص عليها في النظام تكلمنا قبله شوي إنها حالات محددة اللي هي حالات الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف أو حالة التلبس طبعا راح نتكلم عنها بعد شوي بتفصيل كامل والأماكن الإيقاف هؤلاء الأشخاص لا يكون في أماكن يعني غير محددة لا بد أن يكون في مكان يحفظ له كرامته مكان يحفظ له إنسانيته مكان يعطي هذا الشخص قيمته لأنه مثل ما ذكرنا قبل أنه المتهم يعتبر بريء حتى تثبت إدانته ومتى تثبت إدانته بحكم قضائبات بحكم قضائبات صادر عن السلطات القضائية عندما يتم التحقيق معاه فهو لا يعتبر مجرم أو مدان هو بريء حتى يصدر حكم من القضاء وحتى لما يصدر حكم من القضاء لا بد أن يستنفذ طريق جميع طرق الطعن الواجبة في ذلك في مرحلة القابض